هي جولة سياحية عبر قصر تماسخت العتيقة خصت لثمانين امرأة من مختلف قصور بلدية بنجزمير في أدرار نسوة يتقصبن الأمراض المزمنة أمراض أنهكت أجسادهن كان هدفنا هزيريح لازم باش على الأقل هذه الأمراض يفاجه شوي على قلبهم، يفاجه شوي على خاطرهم كان دفع الإنسان يكون يخمن بالمرض نتاعه ويكون عنده آلام وش حاجة كي يجي البلاسة هذه يحس بروح باش وكان في المجتمع يحس بروح باش كان الناس وقف معه يحس بروح كي يقول عنده عينة يكون زماره لوحد وفاديمه احنا نتمنى باش نشاركوا فاديمه كان زمار تقام رضا زمار تخمم عندها تسكل عندها تسوي وعاجاتها عاجات كبيرة احنا أمان زمار كي يجي هنا زمار تفاجه شوي على قلبها على الأقل على الأقل ما كان شي زمار تخفش شوي على رحة كي يشوفها من الناس وشوفها كيما قدر وتحس بروح باش ما راجع وحدها عندها نتوقف بها كان الشروق كان البلدية وكما معتتنا الكارنة على البلدية المبادرة هذه أسعدت النسوة وأنستهن تعب الأمراض كفره لنا الأجوية البارد الجوال اللي يجي علينا واللي وذلك شي طيعة ونكو مو ينصر تزاير ينصرها ولا ينصر عليها حقريننا يسر والله حقريننا يسر بجللين حمال جيد يسر ما يشرب الماء يسر ما او مريض في داره ما كان يشي يطلع عليه يسر كل زعمة اي حاجة زعمة في جللين ما كانت أنا عندي الولادية تامة عندي الولادية تامة ما يعطوني تشي ما يعطوني الكثير من النسوة يخرجن لأول مرة في رحلة صياحية رحلة أخرجتهن من روتين البيت والمرض للتفسح وتقاسم الأحاديث فيما يتمنين لو تتكرر مثل هذه المبادرات مستقبلا